الحقيقة انه هو عاصر عاصر الدولة الاخشيدية البابا مينا التاني في الاول عايزين نعرف بشكل عام الدولة الاخشيدية كانت عاملة ازاي وبعدين عايزين نعرف علاقتها بالاقباط بشكل خاص الدولة الاخشيدية هي اللي حكمت مصر تحت ظل رعاية الدولة العباسية تحت ظل الدولة العباسية وكان قبل الدولة الاخشيدية في الدولة الطولونية الطولونية والاخشيدية دولة حكم مصر تحت رعاية الخليفة العباسي اللي كان موجود في بغداد طيب لي احنا بنميز ونقول الدولة الطولونية والاخشيدية لأنه الخليفة كان يعين والي على مصر ويغيره كل فترة لكن في عهد الدولة الطولونية اللي ابتدت بأحمد بن طولون وعهد الدولة الإخشيدية اللي ابتدت بمحمد بن الطقج الملقب بالإخشيد توارسوا ولاية مصر توارسوا ولاية مصر هم وعيالهم برضو تحت مظلة اسمية فقط للدولة العباسية اسمية فقط يعني كان الخليفة العباسي هو اللي ينادي باسمه في الدولة أو في مثلا في صلاة الجمعة كان لازم يدعو للخليفة اسما فقط يعني عشان كده لكن للفعل كان الأولاد الطولونيين وأولاد الإخشيدين الدولة الإخشيدية حكمت نصر حوالي 35 سنة 35 سنة حوالي 35 سنة ابتداء من سنة 868 إلى 905 وكانت مصر مستقلة تماما مع التبعية الإسمية فقط لهذه الدولة العباسية وعشان كده احنا بنسميه عصر العصر التاني العباسي العصر التاني العباسي وفيه فترة 35 سنة تانية رجع الحكم للبغداد يعني مش عايزين ندوشكم بالحاجات التفاصيل دي كلها على أساس نغوز تاريخي لكن تعال مثلا نشوف إعلقتهم بالأقباط نبص نلاقي أن مثلا رأس الدولة الإخشيدية اللي هو محمد بن طاقق الإخشيد فرض غرامات مالية كبيرة على الأقباط في بداية عهده حتى أنه اضطروا يبيعوا كتير ممتلكات الكنيس يعني كان طاقية في الأول ما نقدرش نقول تغيالية لما نقرأ التاريخ كله على بعض وبتوسع نلاقي أنه في عهد الدولة الإخشيدية جات سبع سنين عجافة على مصر كان فيه مغلاء شديد فطبعا واضح أنه لما احتاج الجنود إلى مرتبات لم يجد غير الأقباط أن يفرض عليهم هذه الغرامات عشان خطر يديد لكن زي ما بتقول لنا الدكتورة سيدة إسماعيل الكاشف ودي أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة عن شمس في كتابها عن مصر في عهد الإخشيديين أنه ما كانش فيه فرقة ما بين المسلمين والأقباط يعني ده من جهة الشعب بقى نفسه كان فيه نوع من التلاح ولم تحدث أي حاجة تتعكر الصف يمكن تقول الحاجة اللي كان ممكن تحصل كانت ممكن تيجي نتيجة إيه فيه انتصارات برا لبعض الدول التي تنتمي إلى المسيحية فكان يبقى فيه رد فعل من الداخل يعني دي حوادث كان نبس مر ضدها كده لكن كان فيه نوع من التعايش الحلو الكويس يعني وبعدين في الآخر ضعفة الدولة الإخشيدية والدولة العباسية عمتا مما استلزم بعد كده في الآخر آخر سنتين من حياة البابا مينا دخول الفاطميين إلى مصر بالجيش اللي بعته المعز لدين الله بقيادة القائد جوهر السقلي اللي هما بعد كده دخلوا مصر وبنوا مدينة القاهرة وبنوا الجامعة الأزهر وطبعا دول من الشيعة دول من الشيعة شعيين وعشان كده يسموه الجامعة الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء وما زال طبعا يؤدي الجامعة الأزهر دوره إلى الآن لكن هو من عهد الدولة الفاطمية آخر سنتين بس في حياة البابا مينا كان معاصر للدولة الفاطمية لكن بقيت حوالي 15 سنة أو 16 سنة الأولانيين كان معاصر للدولة الإخشيدية فهو يعني عاصر الفترتين ما بين ده وما بين ده عندنا برضو من ضمن الحاجات اللي تذكر أنه بموت الإخشيد وكان ليه ولدين ولد منهم مات في فلسطين وبعدين كان سلم زمام البلد إلى كفور كفور ده كان يبحكم مصر فعليا وبعدين لما مات اختار الجند ورجال البلاط ابنه عشان يحكم مصر لأنه ولاد الإخشيد نفسهم كانوا ماتوا فكان ابن كفور عنده 11 سنة ومن هنا دخلت مصر في شوية اضطرابات سياسية طبعا فدي بقى صراعات على الحكم الأقبات ما لهمش دعوا بيها يكون فيه واصي عليه وطبعا هنا الأوصية بيبقوا ميالين أنهم يحكموا بديكتاتورية أو باستقلالية فبتحصل بقى نزعات على الحكم ومن هنا ده اللي مهد إلى دخول الفاطميين اللي جايين من المغرب لأن الفاطميين كانوا جايين بجيوشهم من المغرب ودخلوا مصر جايين من الغرب من الغرب وكلام ده كان سنة 969 ميلادية يعني نحن بنتكلم في النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي فدول ده الوضع عمتا اللي هو كان فيه الدولة وكان فيه عصر الإخشدين